الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سُورة الروم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غُلِبَتِ الرُوم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفره المؤمنون بنصر الله يوصر من يشاه وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمة وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أكذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روذة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تضحرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تهرجون ومن آياته أن خلقكم من طراب ثم إذا آتم بشر ترتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم من ليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وتمعا وينزل من السماء من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يأقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوى من الأرض إذا أنتم تخوجون وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبنأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناهم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يأقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ذر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أضاقهم منحوا رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليغفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزل عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أبغنا الناس رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقلتون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلهون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يرب عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعلوا من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ذهر الفساد في البر والبهر بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعوه قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون ما كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلآفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحم الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياه مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسل إلى قومهم فجاءهم بالبينات فاتقمد من الذين أجرموه وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياه فتثيرا سحابا فيمسته في السماء كيف يشاء ويجعله كتفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا ما قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مزفرا لظلوا من معده يكفرون فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدمرين وما آت بهاد الأمي أو ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمنوا بآياتنا هم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساة يقسم المجرمون ما لبث غير الساءة كذلك كانوا يوفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتم بآيات ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يتبأ الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حقا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العلي العظيم